إلى شبكات التواصل الاجتماعي والحدث من وجهتنا الضرير ودهاري تاخوري أهلا بك مرحبا هجيرة إنها الحلقة رقم 903 من برنامج ريتفيت الذي لا يزال عالقا في شبكات التواصل الاجتماعي وهاشتاغاتها نبدأ اليوم مع هاشتاغ متصدر أحمد شفيق النشط الهاشتاغ بعد أن كان رئيسه والوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الأربعاء قد قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة منعته من مغادرة أراضيها بعد إعلان عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018 وشفيق للتذكير هو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك خسر انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 2012 وتعرض لملاحقات قضائية بتهم الفساد فغادر إلى الإمارات العربية المتحدة قبل أن تتم تبرئته وكانت قناة الجزيرة قد بثت هذا التسجيل الذي قدار من حوله مليون تحليل وتحليل الإمارات ردت عبر وزير دولة الشؤون الخارجية أنور قرقاش حيث أرسل سلسلة من التغريدات جاء في إحدها إن دولة الإمارات تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بن نكران فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثرا إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012 وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه وفي تغريدة أخرى أكد أن دولة الإمارات تؤكد بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة ويمكننا هجير تخيل وضع شبكات التواصل بعد ذلك من التسجيل الانتشر وينما كان عندك مثلا الكاتب الإماراتي سلطان لعميم غراد قال ما فعله أحمد شفيق بظهوره في قناة الجزيرة الإرهابية قال وتفوهه بما تفوه به يؤكد على أنه صغير جدا 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 على الترشح لحكم بلد كبير وعظيم اسمه مصر حساب باسم حدوتة مصرية غراد أحمد شفيق مرشح الإخوان والنشطاء ورجال أعمال فاسدين يعض يد دولة الإمارات الكريمة التي امتدت له ويستغيث عبر قناة الجزيرة الحساب استخدم مصطلح أخر لوصف القناة محمد ناصر قال أي شخص عارف أن أحمد شفيق خطر على السيسي عشان كده الإمارات تجازته عنده ما قالت طبعا الهدف من الموال الماسخ ده أنه يدخل أزمة في الرأي العام تجاه الإمارات الوسمي قال شفيق خان مصر والإمارات الكاتب عبدالله محمد الصالح قالك سعد الحريري يقول أحتفظ بما جرى لي في السعودية لنفسي أحمد شفيق يحرمونه من حقه في مغادرة دولة السعادة هذا رئيس حكومة وذلك مرشح رئاس الدولة ويعاملون بإذلال لكم أن تتخيلوا وضع المواطن المغلوب على أمره هناك تعليق قرأته ضحكني قالك طيب ممكن إمانويل ماكرون يروح يجيب لنا أحمد شفيق من عندهم ما هو كان رئيس وزراء برضو يا فرنسا مش ممكن معاملة الخدمات اللي بيعملوها لسا سفي الخليج طبعا لا شيء مؤكد حتى ساعة من كل هذه الدجا ننتظر ونرى دونالد ترامب يعيد تغريدة تغريدات كانت قد نشرتها نائبات رئيسي الجمعية اليمينية المتطرفة بريطانيا أولا حيدا وجايدا فرنس ضمنتها مقاطع فيديو معادية للمسلمين ترامب أعاد نشر ثلاثة من هذه التغريدات التي عرفت فرنسا عن الفيديوهات الواردة فيها بمهاجرون مسلمون يضربون طفلا هولنديا يمشي على عكازات ومسلمون يحطمون تمثالا للعزراء مريم وجمهر من الإسلاميين تلقي برجل عن السطح قبل أن ينهالوا عليه بالضرب حتى الموت طبعا كل ذلك بهدف ظهار المسلمين كمصدر للخطر غير أن هذه الفيديوهات الثلاثة أخرجت من إطارها الحقيقي في هذه التغريدات ففي الفيديو الولد صاحب العكازات يتعرض للضرب كانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في مايو الماضي وتبين أن المعتدين هولنديين ولم يأتي أحد على ذكر الإسلام أو اللاجئين في الحكاية هذا ما أكدته الشرطة هذا الأربعاء حسب ما ذكر موقع هافنتون بوست أما فيديو تحتيم تمثال مريم العذراء فبحسب لديكودر في صحيفة الموند يعود إلى العام 2013 وهو فيديو دعائي لمجموعة جهادية في الشرق الأوسط في الوقت الذي كان فيه تنظيم الدولة الإسلامية يتقدم ويضاعف تحتيم كل ما يتعلق بديانات أخرى غير الإسلام تحديدا في حلب وتدمر أما فيديو الثالث فيذكر كثر منا من رواد شبكات التواصل أنه يعود إلى العام 2013 في مصر أثناء اشتباكات جرت بين مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي ومعاردي هون فتحت نار شبكات التواصل على ترامب بعدما قام بهذا الريتويت الذي سبب حالة غضب لدى كثير من المسؤولين البريطانيين تحديدا مثلا رئيس حزب العمال جيريمي كوربين أرسل تغريدة قال آمل فيها أن تدين حكومته الريتويت الذي قام به دونالد ترامب لليمين المتطرف إنها تغريدات بغيدة وخطرة وتشكل تهديدا لمجتمعنا قال ويبدو أن تغريدته لاقت أذنا صاغية هجيرة فأعلن داونينج ستريت لاحقا أن رئيس ترامب ارتكب خطأ النائب العمالي ديفيد لا مغارد قال دونالد ترامب ليس حاليفا ولا صديقا وغير مرحبك في بلدي انتحار قائد عسكري سابق لكروات البوسنة بالسم في المحكمة الجنائية الدولية في لهاي وسط ظهول الحاضرين في مشاهد تم بسها مباشرة على الهواء يثير جدلا على شبكة التواصل الاجتماعي رتا نعم كان المشهد صادم وكان تنبث بأنحاء العالم شرب سلوبودان برالياك من قرورة صغيرة وقال بعد ما شرب إنه تناول السم وذلك بعد كان القضاة قد أعلنوا القضاة المحكمة قد أعلنوا تثبيت حكم السجن عشرين عاما بحقه على خلفية فضائع ارتكبت خلال حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي تحقيقات السلطة الهولندية حاليا ستتركز حول ما الذي قتل برالياك وما إذا تلقى أي مساعدة خارجية في الحصول على السم المفترد الرجل توفي ليلا في المستشفى وعلى شبكات التواصل تنوعت الأراء بين من أجمع على أن في الأمر مسرحية محكمة بارك مثلا قالك مسرحية بيطلع بعد شوي هو شارب ماء والميت أو شغل استخبارات روسية يتم من خلالها شرب مادة توقف القلب لمدة ساعات أو يوم ويتم دفنه ويتم توقيت دفنه واستخلاجه بالضبط مخيلات خصبة هناك من قال أنه أنزل حكما عادلا بنفسه وحسابه على ربه كقاتل ومنتحر أخر وجدوا أنها تخريجة لتهريبه لأن قتلت المسلمين لا يحاسبون هذه الفكرة وردت في أكثر من تغريدة أماندين أرسلت تغريدة هلعة قالت وماذا لو كان أدخل معه مادة سامة أو فيروس يضرب الحضور وأعصابه سيروك كتب يقتل الأبرياء ثم ينتحر كالخوانة ميكرو موش غردت قالت لقد ربح مرة أخرى ولم يتحدث أحد عن الأبرياء الذين قتلهم بل صار هو وانتحاره محط الاهتمام أما محط الاهتمام في هذه اللحظة فهو التوقيت الذي بدأ يسابقنا هجيرا شكرا لألك شكرا للمستمعين إلى اللقاء